اشتركوا في القناة في جهر نوفمبر الجاري بروما حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما توصلا إلى النتائج الآتئة أولا تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نياتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي تجاهات أو مؤسسات حكومية مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاد التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه وإن النيابة العامة المصرية رغم إحاطاتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما ثانيا تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابية وقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجنية عليهم فيها أجانب منهم إيطالي الجمسية خلاف الطالب المجني عليها وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسوبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو ثالثا تؤكد النيابة العامة المصرية أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولة وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري بمولاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة وتتفهم نيابة الجمهورية بروم قرارا نيابة العامة المصرية وأخيرا فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية كان هذا مجازنة الإخبارية العاقل من تلفزيون النهار دنتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر